الصم وضعاف السمع الشريحة الواسعة في ليبيا والتي لا توجد تقديرات دقيقة عن أعدادهم بالكامل في البلاد وفي اليوم العالمي للغة الإشارة يستذكر العالم هذه الفئة فماذا عن ليبيا؟ بلغ عدد الصم حول العالم حسب آخر إحصائيات الاتحاد العالمي نحو 72 مليون شخص 80% منهم يعيشون في البلدان النامية ويستخدمون أكثر من 300 لغة وتعد لغات الإشارة لغة طبيعية مكتملة الملامع على الرغم من اختلافها هيكليا توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية أثناء ترحالهم وممارسة نشطاتهم الاجتماعية وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغويا محدود تختلف في تفاصيلها عن بلد لآخر ومن منطقة لأخرى ويعد الثالث والعشرون من سبتمبر يوما دوليا للغات الإشارة لإذكاء الوعي بأهميتها حسب إعلان الجمعية العامة لكن هذه الشريحة في ليبيا تعاني إهمالا من الدولة عدى بعض الأنشطة الخاصة والمحدودة التي يقوم بها اتحاد الصم وضعاف السمع في ليبيا ويتسألون أين نحن من جدول اهتمامات الدولة بمختلف كياناتها ترجمة نانسي قنقر